بالمحاربة والمدافعة عن حقوق الإنسان وإيقونة إعلامية مرموقة تتقن عملها بدقة عالية وناشطة فاعلة في المجتمع تناصر أصحاب القضية وتقف معهم قولا وعملا ناشطة في مجال حقوق الإنسان حقوق الإنسان بشكل عام رغم أنه كثير من المرات ينظر إلي بأنه أنا ناشطة في حقوق المرأة فقط لا هذا مو صحيح أنا ناشطة في حقوق الإنسان بشكل عام لكن يمكن أنه المرأة والطفل هم الشريحة الأضعف في مجتمعاتنا فنركز على حقوقهم أم زوجة وأم لثلاثة أطفال والحمد لله والشكر يعني أحب عملي بشكل كبير جدا الإعلام هو حياتي كلها ما أقدر أستغني عنه اشتغلت بكثير من المحطات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية بالأساس أنا كنت مذيعة إذاعة الإذاعة هي بيتي الأول وهي المدرسة إلى حد الآن أعتقد أن الإذاعة هي المدرسة الأولى للإعلام ترى في الإعلام رسالة تحاول جاهدة لتطويعها نصرة لقضاياها الإنسانية من خلال مقالات لاذعة تمس مسامع المسؤولين ومربية فاضلة زرعت في نفوس أبنائها حب العمل الطوعي وعدم غض النظر عن أي أخطاء تصادفهم في حياتهم اليومية أنصح دائما أطفالي بكل صغيرة وكتبيرة أحرص وبشكل يومي على أن يحكوا لي يومهم أنا أشوف هذه النقطة مهمة جدا من صغيرهم لكبيرهم لا بد أنه شنو يصاروا ياك اليوم ويا من حتشيت شقلوا لك شقل لك الأستاذ شنو درجاتك أقول الحمد لله أنه زوجي من النوع المتفهم واللي يعطي المرأة قيمتها وحريتها واتخاذ قراراتها بنفسها بصراحة حقوق الإنسان بحر وخصوصا في المجتمعات الشرقية إحنا في مجتمعات يغبن فيها حق الإنسان بشكل عام المرأة والطفل مثل ما ذكرتهم الحلقة الأضعف اللي يصب عليها جام غضب الإنسان فلذلك ممكن أنه يعني نشوف أنه كثير من الحالات اللي تصادفنا واتير مشاعرنا وتستفزنا بشكل كبير منها التعنيف على سبيل المثال تعنيف المرأة تعنيف الطفل هذه الحالات حقيقة ما أقدر أتوقف عنها ما أقدر أتجاهلها ما أقدر أغض النظر عنها فألجأ للإعلام وألجأ للسوشال ميديا وألجأ للسادة المسؤولين ترى نجاحها في أعين أبنائها الثلاث وأسرتها ونصفها الآخر سبب تألقها ونجاحها في مضماريها العملي والبيتي من السليمانية مخلط محمد قناة دجل الفضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر